موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام وأهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج مصر كل يوم الحقيقة زي معودناكم دايما بيكون معنا فقرات متعددة ومتنوعة وشاملة كافة الأنحاء وكافة أيضا القضايا والأحداث سواء على الساحة المحلية أو العربية أو الدولية البداية مشاهدين الكرام اليوم من رئاسة الجمهورية الرئيس السيسي يستقبل عددا من رؤساء شركات التعدين الإيطالية استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء عددا من رؤساء شركات التعدين الإيطالية وهي شركات خاصة في مصر وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية والفريق أحمد الشازلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب واللواء أركان حرب مدير عام جهاز المشروعات الخدمة الوطنية واللواء أركان حرب أيضا عبد السلام رئيس الشركة المصرية وذلك من أجل استغلال الملحات وهذا بالإضافة إلى حضور رئيس شركة كبيرة في مصر بالإضافة إلى السفير ميكيلي كوروروني السفير إيطاليا بالقاهرة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء تناول استعراض أفاق التعاون مع الشركات الإيطالية لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية في مصر في ضوء النجاح الكبير لنموذج التعاون الصناعي بين مصر وإيطاليا في مشروع مجمع مصانع إنتاج الكوارتس بالعين السخنة الذي شهد افتتاحه السيد الرئيس في مايو الماضي القومي للأجور 30 ألف جنيه حد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص امتداء من يوليو المقبل قرر المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رفع الحد الأدنى للأجور العاملين بالقطاع الخاص من 27 ألف إلى 30 ألف جنيه بداية من يوليو القادم وقالت الدكتورة هالة السعيد أن اجتماع المجلس الأعلى للأجور جاء بناء على اتفاق وذلك بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى وبناء عليه يقرر المجلس والإجراءات اللازمة لمساعدة العمال حيث أكدت السعيد أن قرر المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 30 ألف جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال وتماشى أيضا مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم مؤكدة أن أي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيد مع كافة الأطراف ومرعاة مصلحة الجميع وأكد وزير العمل حسن شحات أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه عمل القطاع الخاص وتوفير حياة كريمة لهم مشيرا إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل والحوار الاجتماعي بين طرفية العملية الانتاجية من أصحاب العمال والعم والمال مشاهدين الكرام طبعا إحنا شايفين طبعا رفع الحد الأدنى للعملين بالقطاع الخاص إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على الحقيقة قدرة الدولة خلال الفترة القادمة على استيعاب تبعات الأزمات الاقتصادية الموجودة الدولة المصرية تحاول سد احتياجات المواطن المصري والأسرة المصرية ربما في ظل مشهد شديد التعقيد نتيجة الأزمات الاقتصادية النتيجة عن الأزمة الأوكرانية والأزمة الروسية وأيضا النتيجة عن أزمة كورونا ولكن الحمد لله استطاعت مصر الحقيقة أن تكون على قدر المسئولية الحقيقة مصر السبقة دائما إلى كل ما هو في مصلحة المواطن المصري طبعا إحنا شايفين رفع الحد الأدنى يعني من 2700 إلى 3000 الحقيقة زي ما إحنا شايفين يعتبر سابقة من نوعها خاصة فيما يتعلق بمراعاة ربما ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية كجزء من امتصاص تدعيات الأزمة الاقتصادية الموجودة حاليا مشاهدين الكرام الحكومة إجازة عيد الأضحى تبدأ من 27 يونيو حتى الثالث من يوليو أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافقة 27 من يونيو 2023 وحتى يوم الاثنين الموافقة 3 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر لعاملين في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة الثلاثين من يونيو مشاهدين الكرام وزير الأوقاف يحدد ضوابط حضور النساء لصلاة عيد الأضحى المبارك كل عام وحضرتهم بخير بداية أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن حضور الرجال والنساء والأطفال صلاة العيد أمر مستحب لما فيه من اجتماع على الخير وإظهار للفرح والسرور بهذا اليوم المبارك ويجوز للمرأة الحائد أو النفساء الخروج لتشهد صلاة العيد لكنها لا تصلي قال وزير الأوقاف في تصريحات الله اليوم ثلاثاء لقد سعت الشريعة الإسلامية إلى تعظيم العبادة واحترام الوقوف بين يدي الله تعالى كما سعت إلى صيانة المجتمع من كل ما من شأنه أن يخدش الحياة أو يتنافى مع ذوق العام فإذا أقيمت صلاة العيد أو صلاة العيد تحديدا في الخلاء والسحات فينبغي تحديد وتخصيص مكان للسيدات لا يزاحمنا فيها الرجال ولا تختلط فيه الصفوف ولا تتداخل اتباعا للسنة الشريفة أضف أيضا وزير الأوقاف وعند الصلاة يجب الفصل بين الرجال والنساء فإن كانت الصلاة في المسجد صلى الرجال في مصلى الرجال والنساء في مصلى النساء وإن كانت الصلاة في أساحات لازم تخصيص مكان لهن في مؤخرة المصلى أو في جانبه بشرط وجود حائل أو حاجز يفصل بين مصلى الرجال ومصلى النساء فلا ينبغي مشاهدين أن تصلي المرأة بجوار الرجل إلا في وجود حائل بينهما فإن صلت بجواره دون حائل فاصل فهذا مكروه عند جمهور الفقهاء وباطلة عند الآخرين حملات مكثفة على الأسواق للتأكد من سلامة الأضاحة الأضاحي عفوا كلف السيد القصير وزير الزراعة مشاهدين الكرام واستصلاح الأراضي قطاع الثروة الحيوانية وهيئة الخدمات البيطرية بتكثيف الحملات والمرور على أماكن بيع الأضاحي للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة للبيع للأضحيات وذلك لأتأكد أيضا من إيوائها في أماكن مناسبة وصحية من جانبه أصدر أيضا المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تعليماته لكفة الجهات المعنية من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية برفع حالة الطوارئ ومنع الإجازات والعمل على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأضاحة من جانبه أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أكد أن القطاع قد أرسل كتاب لكافة مدريات الزراعة والإدارات الزراعية بكافة المحافظات للمرور والمتابعة الميدانية والمستمرة على أماكن بيع الأضاحة هذا بالإضافة إلى التواصل الفوري مع القطاع في حالة حدوث أي مشكلة لتزديدها في حينها يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الزراعة على صحة وسلامة المواطنين ومنع للغش والتلاعب أو الاستغلال من ضعاف النفوس ذلك خلال موسم عيد الأضحى المبرك وزير الزراعة يتفقد المزارع البحثية والإرشادية بمركز البحوث تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الصباح اليوم بعض المزارع البحثية والإرشادية بمركز البحوث الزراعية يرافقه الدكتور محمد سليمان رئيس المركز وبعض قيادة الوزارة شملت الجولة زيارة محطة بحوث الجيزة والتجارب البحثية للأصناف والهجن الجديدة من التقاوي والبذور لبعض المحاصيل الاستراتيجية كفول الصوية ودوار الشمس وكذلك تجارب زراعة قصب السكر بنظام الشتل كما طلع أيضا على بعض المعدات التي يتم استخدامها في الزراعة الألية وزير الزراعة تفقد أيضا بعض السواب الزراعية التابعة لمعهد الهندسة الوراثية وكذلك معهد المحاصيل السكرية على وجه التحديد وأيضا بعض المزارع التي يتم زراعتها باستخدام أساليب الرئي المطورة وأبدأ سيد القصير وزير الزراعة أيضا بعض الملاحظات ووجه الاهتمام بالبحوث العلمية التطبيقية التي تسهم بدورها في استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور عالية للجودة والإنتاجية وتتأقلم مع التغيرات المناخية وتقوم أيضا بترشيد استهلاك المياه أشهد القصير بجهود الباحثين في مركز البحوث الزراعية مؤكدا أن الدولة تدعم البحث العلمي الزراعية لأنه يسهم في تحقيق الأمن الغذائيين المواطنين من خلال زيادة إنتاجيات الفدان والتوسع الراسية مشاهدين الكرام إلى وزارة الصحة حيث تحضر كافة أشكال التدخين بجميع المنشآت الطبية أصدر دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قرارا بحظر التدخين نهائيا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التي تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهلية وذلك في إطار الحفاظ على الصحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين وأوضح أيضا الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن قرر الوزير يتضمن أيضا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها ويلتزم المدير المسؤول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها مشيرا إلى أنه يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام وفقا لمعنص عليه القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كما يعاقب أيضا المدخم بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد أيضا عن مئة جنيه أشار مشاهدين الكرام عبدالغفر أيضا إلى أن قرار الوزير يأتي للعمل بأحكام القانون رقم 154 لعام 2007 المعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لعام 1982 في شأن الوقاية من أضرار التدخين الذي يتضمن بدوره حظر التدخين نهائيا بكافة الصور في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه كما يعقب أيضا المدخم بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد عن مئات جنيه مشاهدين الكرام بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرتنا الإخبارية لهذا اليوم في برنامج مصر كل يوم الحقيقة فصل قصير ثم نعود مع حضرتكم لاستقبال ضيفنا الكريم الدكتور والأمين العام لمجلس الوطني للشباب سنتحدث عن دور المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني في تنمية الصعيد ودورها أيضا في أطعاط مع معطيات المشهد الراهب بكافة أشكاله وصوره مشاهدين الكرام فصل قصير ثم نعود لحضرتكم مرة أخرى ينتظرونها